انا بفكر اشتري للم ايه رأيها حضرتك فيه? هل ده افضل قيمة مطابل سعره ولا? ممكن ترد علي لو انا عايز موبايل في حدود سبعة تلاف جنيه لأداية الالعاب والتصوير ويستحمل اطول فترة من غير التهنيج. دون مجرد سؤالين من مجموعة اسئلة هجاوبوا معاك خلال الفيديو ده ان شاء الله. قبل ما اقول لك اي حاجة اكيد ما تساش لايكك سبسكرايبك وفعل الجراش ينوصلك من ادام كل جديد. وطبعا اكيد لو عندك ايه سؤال ده احكي الفيديو في كومنت واسيف سؤالك وكالعادة. حلالك وشوف تفاصيل الفيديو ونبدأ مع اول سؤال. اهلا وسهلا بكم انا محمد ودي كارات امك ريفيوز واول سؤال معانا بيقول ايه رايك في فيفو في تلاتة وعشرين ايه? بلاش منه. مش محتاج اتكلم الموبايل ده مع جرميش الصراحة ايام مجرد. مش حل. اشتري ريل ميتين ولا ريدمي نوتين اس اهتمامي جيمينج وافضل تجربة. ريل ميتين. ايه موبايل حضرتك اللي بتقرأ منه الرسائل? قلتها قبل خدق بوكو اكس سري نفسية وده الموبايل اللي بقرأ منه الرسائل. لو انا الكاميرا مش اطبر اهتمام ليه. هخسر كتير لو جبت ريل ميت ليفن ترو العادي مش البلاس وخاصة ان الفرق السعر الكبير وهو متاح قدامي باثنشر متين. نا مش هتخسر كتير ورأيي هاتو موبايل ممتاز وسعره ممتاز جدا في السوق المصر. ممكن ترد علي لو انا عايز موبايل في حدود سبعة تلاف جنيه لأداية الالعاب والتصوير ويستحمل اطول فترة من غير تهنيج. رأيي سامسونج جاربعة وعشرين. افضل صفقة حالية ممكن تشتريها. وبعده على طول الريلمي تنت. بكام وترشح لي ايف نفس فقاته السعرية. مش موجود حاليا كان اصر مرة شفته فقات ستة تلاف جنيه ولو عايز من فقات ستة تلاف جنيه رأيي هاتي ممتاز. متأخر للنهاردة غزم عني يا باشا. لطمصر والنت بعافية شوية. ايه رأيك فقات في ريلمي سي خمسة وخمسين ان اشتريته النسخ الكبيرة بسبعة امنامية حلوة ولا لا? بص ان رأيك انتهت كان يبقى افضل حتى لو النسخة الصغيرة منه اللي هي تمانية مية وعشرين. اي نعم ريلمي سي خمسة وخمسين ضعف الزاكرة التخزينية ولكن تجربة الريلميتين افضل واقوى. انا بفكر اشتري اوبو رينو اي تي فور جي تنصحني بيه لو بتحب شركة اوبو وعايز تصميم ممتاز وشبكات قوية وهكذا في رأيي انه صفقة كويسة جدا للشخص اللي بيفكر التفكير ده. لو سمحتوا ده معها محتاج موبايل فرنج من عشر الى احداشر اجيب ايه ولا اجيب سامسونج اربعة وتلاتين وخلاص والله ما في افضل منه حاليا ففقات عشر وتلاف جنيه هاتو وانت مرتاعة. ممكن تطلع لفقات اتناشر واجيب الريلم اليفن برو. لو انت عايز تجيب حاجة كويسة اكثر. ايه احسن الاختيار? الريلم اليفن برو ولا اونر لينت برو ولا سامسونج تلاتة وسبعين ولا ام اثنين وخمسين ولا اربعة وتلاتين ولا ناسنج ولا بيكسل. لا ده تددت اخترارات كتيرة جدا. عملا لو توصل الناسنج فون تو فهو اقوى موبايل في الموبايل ده كلها الصراحة يعني. ممكن تعمل الفيديو عن وان بلاس او انا لسه شاري انا عملت فيديو عن الموبايل ده قبل كده وقلت انه موبايل قوي جدا وانا من ناس الفان اللي شركة وان بلاس وشايف انها شركة ممتازة جدا. اجيب ريلم اين برو من فين? موجود حاليا على نون. هنسيب لك اللينك تحت في الدسكريبشن. لو سمحت عايز اعرف تليفون يكون في قدود سبعة يكون حلو من ناحية الكاميرا. مفيش. سامسونج اربعة وعشرين ووراها بطول الريلم احسن مبادل في الكاميرا بفقية سبعة تلاف جنيه. انا مش بتاع العاب انا غاوي فيس وسماع اجاني ترشح لي اي ولا مع ان اللي يدعم سماعات استيريو. انا رايي انك لو غاوي انك تقعد على الفيس وتسمع اجاني هيدي لك تجربة افضل في الاعتمادية لسنين قدام عشان المعالب قوي. بس لو انت عايز بقى تسمع في سماعات استيريو كده بوقت راحي للريلم اي لان الحكة دي مش موجودة في الريلم تين. انا بفكر ايه رايي حضرتك فيه? هل ده افضل قيمة بقبل سعر ولا? انا رايي ان ده افضل قيمة بقبل سعر حاليا من ريلمي عمتا اصلا لان الفرق بين وبين الاليفن برو بلاس كبير والفرق اللي بينهم على ارض الواقع مش كبير تمام القصاد السعر ده كله. دعم السوفت وير ريلمي كان واصدار الاندرويد اربو الرد. ريلمي حاليا اغلب موبايلاتهم الجديدة وصلة للاحدث نسخة اندرويد اندرويد سيرتين ولكن هما بيدعموا نسخة او نسختين من كتير من زي سامسونج اللي تدعم باستمرار. فرائي ان ريلمي محتاجين يزبطوا النقط دي شوية. ايه افضل في الالعاب? ريلمي تين سامسونج اربعة وتلاتين? لأ ما هو مفيش كلام ده سامسونج اربعة وتلاتين افضل بكتير يعني. ريلمي اليفن برو نزل من ستاشر ليه اتنشر سبعمية على امازون? لأ هو ما نزلش. وما ده كانت تجاره من الرفعين سعره على الفاضي هو اصل سعره كان اتنشر وشوية اساسا. السلام عليكم ما عايز حاجة في حدود تلاتاشر الف. ريلمي اليفن برو. افضل اختيار حاليا. ايه رايب في تلفون انفليكس نوت سيرت برو? قلت انه قوى جدا بس انا لسه ما اضرتوش. بس هو كمواصفات على ورق اقوى حاجة ممكن تاخدها من انفليكس اصلا. اشتري ايه تلاتة وسبعين ولا اربعة وخمسين ايوم وافضل. كموبيل متكمل على بعض من وجهة نظري ايه تلاتة وسبعين ولا غلطة. حبيبي دائما نوفق ان امتبعك وانت فعلا شخص مبترم اينفون سيرتين العادي ولا اس توينتي تو الترا? حبيبي طبعا ربنا يخليك على دماغي من فوقي كبير. رأي بصراحة ومن وجهة نظري الاس توينتي تو الترا بيقدم توليفة كاملة اكتر وبطارية افضل من وجهة نظري من الايفون سيرتين العادي. بس لو انت بتدور على تصوير الفيديو مش هتلاقي افضل من الايفون عامتا سواء كان السيرتين او سيرتين برو او سيرتين برو ماكس. كل الايفونان بتقدم احسن تجربة تصوير. واحسن تجربة سوشال ميديا عامتا. شو رأيك في ريلمي برو? احتاجه في تصوير وشاشة او يوجد بديلش. موبايل ممتاز. بالنسبة لتصوير وشاشة وكده خطير مفيش زيه. ويعتبر النسخة تبك الاصل من مع سعر ارخص حوالي تلاتة اربعة تلاف جنيه. بس لو بنتحدث مع تصوير فيديو فاقول لك لأ روحة الايفون بقى لو قلت عايز تصوير فيديو اي ايفون ممكن يدي لك تصوير فيديو افضل من اي موبايل اندروين. رشع لتلاف اول الالعاب بسعر من خمسة لستة ما بحب السامسونج بولا شاومي. كانت جمت الخلاصة وكبت الخلاصة قوي بقى اكيد هنا مفيش غير انفينيكس ووت وينتي اس رأي موبايل ممتاز ولو عايز فقاة خمسة يبقى انفينيكس ووت وينتي. وكالعادة انتظرين الفيديو جديد. السلام.